ننتاز الفرصة في شعبان وفي الأيام المباركة وكل الأيام على فكرة مباركة ونقول للناس الكلام ده والله أمر الكورونا ده اللي هازز الكورا الأرضية ما ياخدش عند ربنا ساني بس احفظوا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه على كل مستوىد بقى وده هي كده شاطر نظري وعمل وفي حاجة كمان بس ده أنا عايز أفصرها قبل ما وصل لي دي المرحلة التانية سبقتين انتبهها لا إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة لا يشقيهم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم بالتوسع في الظلم يعني اللي في نعمة لو توسع في ظلمه ربنا يشيل النعمة به هو غير ما بنفسه واللي في نقمة وعذاب وابتلاء لو غير ما في نفسه ربنا يكشف لا تبدل ذلك بالظبط كده فالحقيقة اللي أنا عايز أقوله إن ما تخافش قوي لو خدت الاثنين بقى للمرحلة التانية بتاعت حضرتك عن النظري والعمل إحنا بيقول يا فندم يقول لي يا رب وأنا لا أملك إلا الدعاء لا تملك تملك تدي الحق لأصحابه تملك تعتذر إنك تفصل القرآن من غير ما ترجع لمصدر تملك إنك إنت تدي الجار حقه تملك إنك إنت تتقل لها في عملك تملك إنك إنت تشيل السوادي الوسخ اللي في قلبك ما عاشش ده لكل البشرية تملك حاجات كتير جداً وسحيتها وانت بطيبها رب ربنا يستجيل أدعو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وربنا ساوى بين المنافقين والكافرين وقالوا لتنين خوات وبعضهم من بعض والتنين في جهنم فكما أن دعاء الكافرين في ضلال دعاء المنافقين في ضلال أرجع بقى تاني للجدر الضرب كان صلى الله عليه وسلم لا يصوم شهراً كاملاً إلا إيه؟ إلا رمضان جدع وما صام أياماً تيرةً في شهر إلا شعبان يعني أكتر عدد أيام أكتر عدد أيام كم يصوموا بعد رمضان هو في شعبان تمام تمام الكمبيلت لده وكمبيلت هو رمضان أولي بس يفي ناس بتتابعنا الحياة في أمريكا ودول كتيرة جداً والله العظيم يعني أنا عايز أعمل أنه أنت حلقة كده وإنجليش نانجوش كلها أه طيب ونقول بقى الله كري تبقص أي طيب وإن إحنا ندعي إزاي ونعمل إزاي شوف ليه أكتر أيام كان أنا أصومها ده أنا أقولك على معنى لو لو إحنا فقهناه بلغة الفيك يعني من دلحة الدنيا كلها تتغير مش بس الكورونا التروح إحنا فوجئنا كلنا بمعنى لم يكن في جاهلية ومع مزيد من التحصر لم يكن في إسلام معنى بفروض يكون في الإسلام الصحابة كانوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنت ليه بتعمل كده يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان طول النهار ودي أنا عارف أني لك اهتمام خاص بيها كان يقولي يا رب عوش ببوك من الدين وبتاعه وأنت أنا عارف من زمان أنك بتحب الفيزات والحاجات الحب أنا مجرور فكان هذا الصلاة والسلام في اليوم كتير جدا اللهم إني أعوذبك ونداي المغرم يعني سعيدين والحديث ورع بالمعنى الصحابة قالوا له ما أكثر ما تستعيدوا بالله من المغرم فقال لي أن الواحد العليه دين إذا حدث كذب ويوعد ويخلف ويحاجة يعني كده فأنا عايز أمشي على قد الحافي أمد رجلي علشان لا أكذب ولا أوعد ويخلف كانوا يسألوه فسألوه بردو أنت بتصوم في شعبان أيام كتيرا ليه قال هذا شهر يغفل الناس عنه ما بين رجب ورمضان رمضان فيماس ونزل فيه القرآن وأضل لكم شهر كريم ما كانتو جدع ورجب ما كان شهر الله الحرام أن الأربعة منها أربعة الحرم على الشمال في التوبة فالناس بتعظم رجب من قبل الإسلام لما جيد إسلام قال شي ما تعظمهوش دنيز القرآن فيه وفي أخواته اللي هم وراء بعض محرم ذو القعدة ذو الحجة المحرم ذو القعدة ذو الحجة المحرم ورجب سموه رجب الفرد عشان لقبل منه شهر حرام ولا بعد منه شهر حرام يعني شعبان منه شهر حرام ورمضان بالمناسبة منه شهر حرام لأنه كتير جدا من الناس فرجب شهر فيمص ورمضان برضو شهر فيمص شعبان صائد في النص فالعين مش عليه المعنى ده قالوا مبروك عطية لوضيف حضرتك عضو اللجنة العلمية دايما لترقية الأسان زو عميد الدراسات الإسلامية وطلطونا سمع وربين كتاب وبلعبوا عليها للتلاتة لا ربينك القرر نوسوف لهم الشهر ده فيه ناس بتغفل عنه لأنه صائد بين اتنين يعني واحد طويلة بين كبار أشابه هالك واحد طويل جدا تاني طويل جدا واحد في النص صغير صغير العين مش هتبقى عليه قوي يعني فلما نقول للناس كلها إن اللي في النص ده هو اللي معاهي المليارات كل عينك حدسيه من طوال ونزله فأراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا تغافل الناس عنه لأنه لما قال إنه ترفع فيه الأعمال الله يسترك وهو شهر ترفع فيه الأعمال ما قالش ليلة النص بقى وليلة الربع الشهر كل الله يسترك وبالتالي إحنا دلوقتي ليه زنقين نفسينا في ليلة أو نوم فعشان كده هو سيد محمد كل شهر كان يصوم أوقات متأكتر أكتر شهر يصومه أيو الله بره رمضان بره رمضان الله يفتح عليك يعني يصوم 13 و 14 و 15 على فكرة أديك عبارة حيث